وليمة لسفير بريطانيا لدى اليمن تثير جدلاً بين رفض الدعوة والحضور استشهاد ستة مدنيين من عائلة واحدة في غارات الاتحالف بي صنعاء ومن أخبارنا المنوعة فتاة ماليزية تقتل نفسها بعد استطلاع أجرته على انستجرام لساعات طويلة تجلس لطيفة محمد على قارعة الطريق وأمامها كوم من اللحوح تبيعها خلال ساعات النهار في شهر رمضان حيث أنها وكما يقول موقع بلقيز تبدأ العمل من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى قبل غروب الشمس بدقائق قليلة أو نفاذ الكمية المعروضة للبيع تظهر عينيها ملامح التعب والإرهاق وكفاح السنين رغم أنها تغطي كافة جسدها بالخمار الأسود تتحدث بخجل مع الزبائن وهي تطاطئ رأسها إلى الأرض ولا يحميها من حرارة الشمس الحارقة سوى قبعة دائرية من الخزا تعاني بائعات اللحوح كثيراً من المصاعب في عملهن الشاق خلال ساعات نهار رمضان رغم العائد الماد القليل في رمضان بسبب استهلاك كل الأسر اليمنية باعتبارها وجبة أساسية في المائدة الرمضانية تصف لطيفة محمد معاناتها في العمل كبائعة للحوح بالقول لا نستطيع الحصول على غاز بسهولة لإعداد اللحوح ونقف لساعات تحت حرارة الشمس مقابل فلوس قليلة ونعاني من صعوبات ومشقات كثيرة أثناء عملنا لطيفة أم لخمسة أولاد أكبرهم فتاة شابة بالثنويات العامة زوجها متوفي منذ سنوات في حدث سير تقول أيضا إنها بعد عدة محاولات في مهان أخرى كالخياطة وغيرها استقرت في المهنة التي اعتبرتها مناسبة لقدراتها رغم الجهد الكبير لطيفة لا تخجل من مهنتها التي توفر لها لقمة العيش ولا ترى فيها أي عيب غير أنها ترفض الشفقة من الآخرين والنظر إليها بطريقة مذلة حين غابت الأصوات بقيت أصواتهن هي وحدها المرتفعة والمتابعة لكل الانتهاكات المستمرة بحق أبنائهم إنهن رابطة أمهات المختطفين والتي ذكر موقع الصحوانت نقلا عن الرابطة أدميليشي الحوسي قامت بتعذيب العشر الصحفين المختطفين بالضرب والسب وأكدت الرابطة أن الصحفين تعرضوا للتعذيب والتنكيل من قبل جماعة الحوثي المسلعة بسجن الأمن السياسي بصنعة وأضافت أن مشرفية السجن بقيادة المدير المدعو يحيى سريع قاموا بالاعتداء على العشر الصحفين بالضرب والسب وحرمانهم من ملابسهم وأدويتهم وأحملت الرابطة جماعة الحوثي كاملة المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه حياة وسلامة الصحفين في سجن الأمن السياسي ونشدت الرابطة المبعوث الأمم بالضغط لإطلاق صراح الصحفين دون قيد أو شرط بظل التعثر الذي أصاب اتفاق ستوك هولم وتزايد الانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الكاتبة بوش المقتر نشرت في موقع المصدر أونلاين مقالا تحت عنوان الحديدة دلال الأمم المتحدة في اليمن قالت فيه بتوقيع الأطراف اليمنية على اتفاق ستوك هولم في ديسمبر الماضي أمل يمانيون كثيرون أن يفضي الاتفاق إلى وقف القتال في مدينة الحديدة تمهيداً لوقفه في المدن اليمنية الأخرى إلا أن مماطلة الأطراف اليمنية في تنفيذ الاتفاق سواء فيما يخص مدينة الحديدة أو بنود الاتفاق الأخرى كعملية تبادل الأسرى وفتح ممرات إنسانية في مدينة التعز تؤكد عدم جدية الأطراف اليمنية في تخليق أي حل سياسي حتى لو كان جزئياً قد يمهد لإنهاء الحرب في اليمن وهو ما يجعل من اتفاق ستوك هولم فشالاً ذريعاً للمجتمع الدولي الذي رعى هذا الاتفاق في هذا السياق يبرز الأداء السلبي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جرفيث في مرحلة ما بعد ستوك هولم فعلى الرغم من جولاته المكوكية بين الرياض وصنعاء وإعلانه أخيراً عن تفاهمات الأطراف اليمنية على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار في مدينة الحديدة فإن ما تم على الأرض يؤكد زيف تصريحاته إذ لم تنفذ المرحلة الأولى من الاتفاق فقد فشل المبعوث الأممي في وضع آليات واضحة لإلزام الأطراف اليمنية بتنفيذ بنود الاتفاق وفق موعد زمني محدد بما في ذلك تسمية الطرف المعرقل وهو ما يعكس أجندات سياسية تحكم إدارة جريفث كما أن ضبابية أدوار وكالات الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وازدواجية أدائها على الأرض قد يكون تبنياً غير معلن لموقف طرف سياسي وهو ما قد يجعلها من دون أن تدرك طرفاً معرقلاً لاتفاق ستوك هولم إضافة إلى الأطراف اليمنية الموقع بوست يقول وليمة لسفير بريطانيا لدى اليمن تثير الجدل بين رفض الدعوة والحضور وفي التفاصيل قال الموقع إن السفير البريطاني دعا صحفي وشخصية سياسية لوجبة الإفطار التي ستقيمها السفارة الأحد القادم في الرياض وتولت ردود فعل اليمنيين بين مؤيد ومعارض لمأدبة الإفطار خاصة بعد تصريحات سابقة لسفير البريطاني مؤيدة الانسحاب الحوثيين الأحادي من موانئ الحديدة السفير البريطاني كان قد انتقد في تغريدة بحسابه على تويتر من أطلق عليهم المتهكمين اليمنين الذين ينتقدون كل ما يفعله الطرف الآخر حتى لو كان إيجابياً في إشارة إلى ميليشي الحوثي وتحت هاشتاغ لن أحضر مأدبة إفطار السفير البريطاني اعتبر عدد كبير من المغردين دعوة آرون لمأدبة إفطار بأنها شراء صمت العديد من اليمنين تجاه السياسات المفضوحة التي تتبنىها بلاده بدعم استمرار الحربي من خلال التواطئ مع الحوثيين وفي سيق حملة المقاطعة عبر سفير البريطاني آرون عن خيبة أمله بالقول فوجئت وخاب أملي لرؤية مثل هذه الحملة خلال شهر رمضان المبارك ومن حملات مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً ما جاء في موقع التغيير نت والذي قال إن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا حكومة الشرعية بتوفير جوازات السفر والتي توقف إصدارها منذ نحو أربعة أشهر وأطلق الناشطون هاشتاغ تحتهم مسمى مطلبي جواز سفر طالب الناشطون خلاله الشرعية بتوفير الجوازات للمواطن اليمني الناشط الإعلامي حيدر الكازم دعا الحكومة إلى توفير الجوازات وقال على الجميع أن يتحدث ويطالب بتوفير جواز السفر فمعاناة الناس زادت والابتزاز والسمسرة مستمرة ومن حق أي مواطن أن يمتلك جواز سفر أما مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي فقال الشرعية وهي لم توفر جوازات السفر أعجز من أن تخدم المواطن مدينة تعز في اليمن شهيدة ومنسية هذا ما اختاره الكاتب مصطفى ناجع وأن لمقاله المنشور في صحيفة أورنيت والذي قال في جزء منه تمنح مدينة تعز اسمها لأربعة ملايين ونصف نسمة كالمحافظة الأكثر سكاناً في البلاد وهي تبدو بعد خمسة أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الجزئي الذي تم التوقيع عليه في ستوكهولم في ديسمبر 2018 منسية على الرغم من أنها مسرح لاقتتال عنيف تصف حرب اليمن في الغالب بأنها نزاع منسي على الرغم من كونها في صلب اهتمامات القوى الدولية الكبرى والإقليمية وعلى رغم تزايد التغطية الإعلامية واهتمام الدبلوماسيين بالنزاع بقيت وضعية تحز مهملة فهي الثالث مدن البلاد ويقطعها خط مواجهة بين الحوثيين من جهة ومعارضهم من جهة أخرى منهم مجموعات مختلفة وفصائل موالية للرئيس هادي تستفيد هذه الفصائل من الدعم العسكري العربي الذي تقوده دولتان نشطتان بشكل خاص على الساحة اليمنية العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقد كانت المدينة حتى قبل إنشاء هذا التحالف في أوائل 2015 ضحية لتواغل حوثي لقمع متظاهرين سلميين رفضوا استيلاء الحوثيين على السلطة بصنعاء وانتشارهم نحو الجنوب وهكذا تمركزت قوة تمرد الحوثي لمدة طويلة في قلب المدينة وبعد أربع سنوات من القتال العنيف تعد تعز دون شك المدينة التي تعرضت لأكبر دمار فمبانيها تحمل آثار الرصاص وقذائف الهون كاشفة عن مشهد وصفه بعض الصحفيين الأجانب الذين زاروا المدينة بالقاحل القاحط بينما يعد المدنيون الذين يعارضون بشكل واسع المتمردين الحوثيين أول ضحايا لقتال بين مختلف الأطراف في المدينة وحولها شن التحالف بقيادة السعودية والإمارات صباح اليوم كما جاء في صحيفة العرب الجديد غارات على مواقع مختلفة في العاصمة اليمنية صنعاء ولم تتبين بعد حصيلة الغارات لكن مصادر طبية تحدثت عن استشهاد ستة من أسرة واحدة بينهم أربعة أطفال إضافة إلى عشرات الإصابات لويترز نقلت عن سكان أن الضربات استهدفت تسعة مواقع عسكرية في المدينة ومحيطها وفي وقت سابق اليوم أعلنت تحالف في بيان عن بدي عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي في صنعات تشمل تحييد قدرات الإنقلابين على تنفيذ الأعمال العدائية جاء هذا ردا على هجوم لطائرات مسيرة تابعة للحوثيين هاجمت محطتين لضخ النفط في السعودية نشر الكاتب أصعب عبد الرحمن في صحيفة الرأي الأردنية ما قال بعنوان في ذكرى النكبة أن هنا باقون قال فيه منذ العام 1998 الذي يصالف الذكرى السنوي الخمسين للنكبة الفلسطينية تتواصل سنويا مسيرات العودة وإحياء ذكرى القرى المهجرة والمدمرة التي تقيمها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل حيث يتم كل عام اختيار قرية مدمرة ضمن أراضي فلسطين التاريخية لزيارتها حتى تحولت هذه المسيرات التي تنظم تحت شعار يوم استقلالكم يوم نكبتنا إلى تقليد سنوي يحظى بدعم سياسي وتغطية إعلامية متزايدة تؤكد أصل الحكاية في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة التي تصادف هذا العام وقع الاختيار على قرية خبيزة المدمرة والمهجرة اكتسبت مسيرة هذا العام أهمية إضافية لأنها تأتي في ظل قانون القومية الإسرائيلي العنصري الذي يتنكر لوجود شعب الفلسطيني وحقوقه وفي مواجهة ما يسمى صفقة القرن التي يتوقع أن تدعو صراحة لإلغاء حق العودة وتقرير المصير بل وربما القضية الفلسطينية برمتها منذ النكبة صادرت الدولة الصهيونية أملاك الغائبين وأملاك الحاضرين الغائبين بقوانين جائرة وهدمت منازلهم ودمرت قرىهم وبلداتهم ومنعتهم من العودة إلى أراضيهم فجاءت مسيرة العودة للقرى المهجرة من أجل تكريس الوعي لدى الأجيال الجديدة بتاريخ الأرض والهوية وربطهم بمضيهم وتراثهم وأرضهم بل وتذكير العالم بمعاناة أجيال من الفلسطينيين المهجرين من أرضهم واليوم أصبحت مسيرات العودة معلماً في الخارطة النضالية لفلسطينيي 48 يقول موقع دي داباليو إن شاحنة استضمت بطائرة ميركل والسبب صورة سيلفي حيث دفع حماس إحدى المعجبات بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تسبب في استضم شاحنتها بطائرة المستشارة بمطار دورتموند وهو ما أجبر ميركل على ركوب طائرة أخرى عند عودتها إلى برلين فبينما كانت إحدى العاملات في مطار دورتموند تقود شاحنة لنقل الأمتعة والحقائب رأى طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واقفة في درج المطار وهو ما جعلها تقفز من الشاحنة مسرعة وتتجه لالتقاط صورة سيلفي مع طائرة ميركل لكنها نسيت أن ترفع مكابح الشاحنة التي تحركت ببطء إلى مقدمة طائرة المستشارة واصطدمت بها ولشرت صحيفة شبيق الألماني عبر موقع الإلكتروني على تويتر صورة الاستضام شاحنة بالطائرة وهي من طراز جلوبال 5 أل وأضافت الصحيفة أن المعجبة عاملة بالمطار جاء هذا الحدث بعد سلسلة من تعطل طائرات الحكومية القديمة ما أدى إلى إرجاء رحلات لميركل ومسؤولين آخرين وكانت المستشارة ميركل قد تأخرت في أواخر نوفمبر الماضي عن اجتماع لمجموعة العشرين في الإرجنتين بعد أن اضطرت طائرتها الحكومية إلى القيام بهبوط غير متوقع في طريقها بسبب مشكلة فنية فتاة ماليزية تبلغ من العمر 16 عاما قامت بإنهاء حياتها كما قال موقع عربي بوست بعدما نشرت استطلاعا للرأي على حسابها في موقع انستجرام سألت فيه متابعيها عما إذا كان من الأفضل لها العيش أم الموت يضيف الموقع 69 من المشاركين صوتوا لموتها قائد شرطة منطقة سارواك عدل بول حسن قال إن الفتاة أجت استطلاعا على تطبيق انستجرام لنشر الصور يقول ساعدوني في الاختيار بين الموت والحياة قبل ساعات من قفزها من على سطح مبنى في سارواك شرق ماليزيا وأضاف أن الشرطة تجري فحصا للجثة لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى وراء موتها فالفتاة لديها تاريخ طويل من الاكتئاب شرطة الانستجرام قدمت تعزيها لعائلة الفتاة وأضافت ناحوث الجميع على استخدام أدواتنا الخاصة بالإبلاغ والاتصال بخدمات الطوارئ إذا رأوا أي سلوك يعرض سلامة الناس الخطر عن تحديات الزمن الانتقالي كتب أنور الجمعاوي مقالم في العربي الجديد جاء فيه يفترض في عملية الانتقال الديمقراطي أن تؤسس لبداية عهد جديد في تاريخ المجتمعات فهي مرحلة قطع عملي وتصوري مع أركان نظام سياسي سابق ثبت للمواطنين فشله في تأمين حياة جمعية مستقرة مترفها تتوفر فيها الحقوق وتوزع فيها الواجبات والثروات بطريقة عادلة والثابت أن سطوة النظام الديكتاتوري في عدة بلدان عربية وانخراط المشرفين عليه في دوامات الفساد المالي والإداري وتمسكهم بمسارات الاستبداد المقنن وغير المقنن أسهمت في قيام ثورات شعبية قوضت الحكم الفردي أو الأسري السائل وشرعت لقيام واقع سياسي جديد يعيد إلى المواطن دوره في صياغة القرار وفي تشكيل مؤسسات الدولة الملاحظ في الزمن الانتقالي أن عدداً مهماً من الناس يجدون صعوبة في استيعاب روح الثورة والتفكير بعقل التغيير فمنهم من تفاجئهم الثورة ومنهم من تهدد مصالحهم وتقوض ومنهم من يجد صعوبة في القطع نفسياً وذهنياً مع عصر الدولة المستبدة ومافيات الفساد الإداري والمالي والأخلاقي التابعة للعهد القديم فينصرف هؤلاء وغيرهم إلى توتير الأجواء السياسية واختلاق الفتن وإلهاء الناس بالمسائل الجانبية وبصراعات الهوية ويعمدون إلى تعكير صفو النظام العام وتعطيل مسار التحول الفعلي نحو الدولة الجمهورية صحيفة الجاردية نشرت مجموعة من صور المتنوع التقطتها عدسات مصوريها من حول العالم نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم اشتركوا في القناة ريشة أيضا تستطيع أن تنافس الصورة والكلمة لتعبر عن مختلف القضايا بطريقة جذابة ومختصرة كما هو حال فن الكريكاتير فن نتابع موسيقى موسيقى بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكريكاتير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من هذا اليوم من جولتك الصحابة شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء موسيقى